والآن يلاحبا ننتقل إلى أحوال الطقس والبداية من المشاعر المقدسة حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أوضحت أن على استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على العاصمة المقدسة والمشاعر خصوصا ميناء ومزدلفة وعرفات يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى جنوبية تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كم في الساعة قد تصل إلى 50 كم في الساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى تتراوح ما بين 38 إلى 28 درجة مئوية وتتراوح معدلات الرطوبة ما بين 40 إلى 75% مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلا